واللجنة المنظمة يعني أنا كنت تحدثت مع صحفيين في السعودية كتير اتكلموا عن قد ايه كانوا بيوفروا لجمهير النادي الاهلي الساعة الكاملة حتى لما تعرضت المباراة مع مباراة الخليج كانت بعد مباراة الأهلي وبنفكة قالوا لا الاهلي يدخل بالساعة الكاملة وبعد كده ممكن يعني تنخل الصلاة وتدخل جمهير الخليج الجميل كمان ان مع فريق مدر السعودي تخيل انت اللجنة المنظمة وفريقها السعودي بيلعب النادي الاهلي فبعد مجهودات رئيس بعثة النادي الآلي دكتور سراج يصل أن الجماهير تبقى عددها متساوي يعني ما قالوش أننا بقى في السعودية فنفتح لجماهيرنا عدد متساوي من 500 تذكرة لحوالي 1300 تذكرة للنادي الآلي فخالص شكرنا للمملكة العربية السعودية ولللجنة المنظمة اللي بالفعل عملت النادي الآلي فارس كأنه نادي فعلا من المملكة العربية السعودية السعيمة هم كان هدفهم بشكل واضح أن البطولة تنجح مش أن الفرق السعودية تنجح أو تاخد حق مكتسب أو غير مكتسب على حساب الآخرين وده هدف المنظم في أي دولة وفي أي بطولة بيكون هدف المنظم البطولة وليس الفرق المتنفسة من الدولة المنظمة ولما بيتحلى بالحيادية دي وبيتحلى بالموضوعية دي لازم تشوف الناس كلها بتشيط الناس كلها بتقول ده شيء محترم الناس كلها بتقول الاتحاد السعودي واللجنة المنظمة كانوا على قدر المسئولية مش عايزين نقارن ببطولات أخرى ولكنهم ما يخضوا حقهم لأن للأمانة حتى الربطة في السعودية كان لها دور كبير جدا يمكن حتى كنت لما بتكلم مع حد يا أسامة طرحوا التذاكر بعد كده بعد ما طرحت التذاكر كان لسه جمهور النادي الأهلي عنده رغبة في قلية لسه الشراء قالوا لهم احنا معاكم نطرح فاتحين السيستم لحد الوقت ده في بلوك معمول على تذاكر جمهور الاهلي بحيث انتوا اللي تقدروا تحجزوها هيتفتح من معاد كذا لمعاد كذا ما فيش أي فكرة ان انا بحاول احرمك من حضور لا انا عايزة نجح البطولة وجمهور الاهلي نجح البطولة وزي ما بدأ أسامة وكلمكم عن جمهور النادي الاهلي لازم قبل ما نطلع للفصل ننهي برضو بجمهور النادي الاهلي لانه هو اللي بيبدأ الحدث وهو اللي بينهي الحدث فكرة الجمهور ما كانش بيشجعه وخلاص لا ده كان بيحمل رسالة لما بيقول كيان أصرع العالمية جمهوره معاه كان في كل الكرة الارضية لان هي دي الرسالة في التوقيت ده في الكويت في السعودية في الامارات في قطر جمهور النادي الاهلي بنشوف منه مشهد لا يقارن لا يقارن حتى مع الفرق المنظمة كنت بشوف صور لجمهور النادي م Bruida السعودي وهو بيصور جمهور النادي الاهلي على أرضه فده شيء اللي عمله جمهور النادي الاهلي واللي صنعه جمهور النادي الاهلي والقادر اذا اتيحت له الفرصة الحضور بكامل عدده في أي متابقة في مصر او خارج مصر أنه هو يد المساج عارفة فرس ماتش مبارح وانا بتكلم مع صحف سعودي قال لي فيه جماهير جاية من جدة للدمام فانا بقوله المسافة دي قال لي مسافة 1400 كيلو تقريبا فانت متخيل والناس اللي بتقول يعني النادي الاهلي او جماهيره راحت تشجع كرة اليد وهتمت بكرة اليد من اجل الاخفاقات في كرة القدم يعني بسرعة كده سموا اخفاق اثنين دوري وكاس مصر ثلاث بطولات محلية في اكتر من 24 شهر اخفاق النادي الاهلي اللي لجأ انه هو يروح لألعاب الصلاة كان فيه نجوم لعب صلاة ونجوم في اللعبة واساطير عند فرق اخرى كانوا بقولوا ان جماهيرنا لما يعني عشر سنين بدون بصلاة في كرة القدم ذهبت لتشجعنا واهتمت بكرة اليد واهتمت بألعاب الصلاة النادي الاهلي جماهيره بتهتم بأي تيشرت عليه لوجو وشعار النادي الاهلي وزي ما قال فرس كانت بتوجه رسالة للجميع لعل الرسالة تكون وصلت دي فكر الجمهور النادي الاهلي البعض الاخر يتعامل حسب الظرف لان الامان انا احتارت يعني احتارت حتى في المنطق لما تيجي تتكلم عن تفرد النادي الاهلي في كرة القدم لما تيجي تلاقي حد بتفوق لفترة استثنائية او موسم او موسمين حتى محليا وما فيش اي انجاز افريقا يخرج من دور المجموعات تلاقي الكلام اصلا ما اتكلمنيش بالتاريخ انا كذا كذا لما تيجي تتكلم في كرة اليد ان انت بتلعب وبتحقق نتائج مبهرة وان ده شيء مهم او بتتكلم في السلة في سيطرتك يقولك لا اصلا انت تاريخك في السلة او بطولتك في السلة مات قرناش لما انا جامحة انا مش عارف هي القصة بالبطولات ولا القصة بالموسم ده ولا القصة بايه بس ايا كان لو على التاريخ فالاهلي عنده كتير ولو على البطولات اللي ببعض الالعاب النادي الاهلي ينتظروا فيها مستقبل يتصدر فيه افتكروا كلامي البعض سوف يدفع السمن غاليا لاستفزاز النادي الاهلي في كثير جدا من اللعبات اللي حيكتب النادي الاهلي فيها تاريخ والايام ما بيننا والسنوات ما بيننا وحييجي وقت نقول ازاي الاهلي بيتفوق في كل اللعبات نشوفكوا بعد الفقصة اللي حيكتب النادي الاهلي في كثير جدا من اللعبات اشتركوا في القناة شكرا